السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبه بكم من جديد في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير واحوالكم طيبة اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مسمن معمر بدون فرن في المقلات نزولا عند طلبكم بغيتو مسمن معمر في المقلع سنشارك معكم واحد طريقة اللي سهلة عملية وما كتخليش الحشوة تخرج لنا نهائيا ننسي منات كي جو مورقين لدادين بزاف ما تشبعوش منهم سنخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير واذا اجبكم الفيديو اخواتي ما تنسوش تضغطوا لي على زر الاعجاب جزاكم الله خيرا وعلى بركة الله سنزول مباشرة للمقادير مع طريقة التحضير بسم الله على بركة الله في انا غنوضع اربع كؤوس من دقيق الابيض اي ما يعادل اربعمائة جرام زائد جوج كؤوس ديال دقيق الفينو او ما يسمى السميد الرطب نحركهم مع بعض نضيف عليهم ربع ملعقة صغيرة من خميرة العجين وملعقة صغيرة من الملح وغنجمع العجينة ديالي بالماء اللي كيكون دافئ لان دا بالحال بارد او الجو بارد نضيفو الماء واحد شوية نضيفو الماء بالتدريج حتى كتجمع لي العجين ديالي على هاد الشكل ما كتكونش مرخوفة بزاف وما تقصحوهاش تاني اكتر من القياس غننزلها فوق سطح العمال غندلكها دلك خفيف فقط يعني غنحتفض بها في بلاستيك وغنخليها تدلك راسها نضيفو الماء اللي كنتو الزربانين وبغيتو تخدمو بها مباشرة ضروري مدلكو العجين ديالي لكم جيدا وتخليوها ترتاح خمسة دقيق او لعشرة دقيق وتخدمو بها انا هنايا غنضهنها بالقليل من الزيت وغنحتفض بها في بلاستيك غذائي وغنخليها من ساعة فما فوق قدم ما بقى ترتاحة قدم ما كتعطينا واحد نتيجة لي جيد رائعة غنضوزو نحضرو الحشوة اللي غنحتاج فيها البصل قدرتوج بصلات خضاريات مشلدين القاق ثلاثة الحبات ديال الجزر وثلاثة الحبات ديال القرعة الاخضر اي الكورجت دوزوهم كاملين في الهاشوار باش كيتقطعوا ليالقاق جدا او اللات تحكوهم في المبشرة اللي رقيقة قدرتوهم في ميقلات ضفت عليهم زيت الزيتون وغننشحرهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيدبالو كنضيف عليهم كذلك القليل من الملح كنخلي الخضارة ديالي حتى كرتش حر مزيان وكيدخل معها الطياب بالنسبة الحشوة كتبقى اختيارية ممكن تضيف الفلافيل ممكن تضيف اي شيء بغيتوه هنضيف هنا يربع ملعقة صغيرة من الابصار تحمير اولى البابريكا الخرق بلدي القليل من القزبور يابس وملعقة صغيرة من توابل السمك اللي كتبقى اختيارية وكذلك غنضيف بودرة التوم غنحرك الخضارة ديالي جيدا مع التوابل هنخليها تشحر الطيب اللي يمزيان راها كتوجد بسرعة كالطيب لان الخضارة راهم شلده ارقيقة من بعد ما كتب لي الحشوة ديالي كنطفع لها النار وكنضيف لها علبة من التونة المعلبة هنحركها جيدا بالنسبة لها التونة كتبقى اختيارية ممكن تضيفه لها الكفتة او لسدر الدجاج تضيفه مع الحشوة ممكن تضيفه غير الخضراء بحدها المهم دائما الحشوة كتبقى اختيارية هنخليها تبرد مزيان هنيا رجعت للعجين ديالي من بعد ما ارتحت المدة ديال ثلاثة ديال الساعات قدم ما بقعت قدم ما كتعطيكم نتيجة زوينة ممكن تخليوها غير ساعة كيما شفتو كتجي واحد العجين اللي جيدة رائعة كان قسمها الكويرات هنيا خستخرج منها تلتاشر كويرة وقدرتهم شوية كبارين ثم مع الحسب الحجم اللي بغيتو كان قد الكويرات ديالي وكان وضعهم في بلاطون اللي مدهون بالزيد كان دهن لهم الوجه ديالهم بالزيد وغنغطيهم ببلاستيك نخليهم يرتاحوا من بعد ما ارتاحوا لي الكويرات ديالي مدة عشر دقائق بموجة المكونات اللي غنحتاج عندي زيت نباتية وعندي القليل من الزبدة المدابة وعندي القليل من دقيق الفين وضفت معه ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات كان بداء بالكويرات الاولى كان ورقها بالزيت فقط كان دهن بالقليل من الزيت وكان ورق العجنة ديالي ارقيقة حتى كت تورق مزيان وركزوا على الجواني بورقهم جيدا بالنسبة العجينة رهاء ما كتقطع موالو كتعطيكم طوع واحد العجين اللي جد ناجحة ودائما الكويرات ديالكم ضروري ما تغطيهم ببلاستيك باش ما ينشفوش معكم من بعد ما كان ورقها كان دهنها بالقليل من الزبدة القليل فقط وكان رشل قليل من دك دقيق الفينو مع الخمارة كنجيب هنا يا السكين او لهد القطعة ديالبيتزا كان قطعها كجوج جرائت كما شفتو جوج جرائت من هاد الجانب وهد وجوج من جهد الجانب وحاولوا نديرهم قدام بعضياتهم من بعد كان جيب ملعقة كبيرة عمراء من الحشواء اللي كتكون باردة بطبيعة الحال وتكون ناشفة وكان بدأ نشكل مسمنة ديال على هاد الشكل ودائما كندهن بالقليل من الزبدة وكان رشل قليل من دك دقيق الفينو مع الخمارة كما كتشوفوا طريقة اللي هي سهلة وعملية كتشكل لنا مربع سوف نعود معكم واحدة بسرعة من بعد ما ورقتها جيدا هنتها بالقليل من الزبدة وشيطرشة خفيفة من دقيق الفينو عفوا كنقطع من الجوانب كما شفتو كنوضع الحشواء في دك الشارط الاول وكان اردع لي هاد الجوانب كما شفتو معايا طريقة رهية سهلة جدا موضحة ما كتخرج لنا الحشواء نهائيا بهذا الطريقة وكذلك المسمن كي يجي مورق خفيف بزف غير جربو اخواتي غي يجبكم بزف كنوضاع المسمنات ديالي في البلاتو ودائما كنغطيهم دائما بالبلاستيك باش مكين شفوش معانا هنا يراني ساليتهم كاملين الان درت المقلات ديالي باش تسخن وكان جيب كان بدأ دائما بالمسمنة اللولة كان ورقة مزيان خصوصا من الجوانب وكان وضعها في المقلات ديالي من بعد ما كان رشها المرة اللولة فقط برشة قليلة من الزيت وغير كات نشوف معي المسمنة ديالي كان قلبها لكن خليها شعلاجيها وحدة كان بدأ نقلب ونشق لفيها حتى كتتحمر كامل وراها كيتنفخ وكي يجي مورق يجي ناشف ما ديروش الزيت نهائيا يعني ندرش اخفيفة مليلا كتحطو المسمنة صافي ما تعودوش ديرو الزيت خليو المسمن ديالي كوم باش كي يجي ناشف وكي يجي زوين راه كيتورق وكي تنفخ وكي طيب بسرعة جدا كي ما كتلاحظو الحشوة ما كتخرج نهائيا وهنايا باش نسربي ونطيب بسرعة كنطيب جوج مسمنات دقة وحدة دائما كان وضعو المسمنا ديالنا غير كتنشوف كنقلبوها من الجهة الاخرى وثاني كنقلبو ونشق لبو فيها ما كنخليوهاش على جهة وحدة باش كيتنفخ معانا وكيتورق كي يجي من اروع ما يكون وهكذا كي يكون الشكل نهائي من بعد مساليته كامل كي يجي خفيف مورق الديد بساف الحشوة كتوزع ليه بالكامل يعني كي يجي كل عامر حشوة ما كتحسوش بالعاجين نهائيا انا غنقطع لكم باش شوفوا معي الشكل ديالهم من الداخل كي يجي رائع وكي ما شفتوا الحشوة ما كتخرش والمسمن كي يجي ناشف لديد بزاف كنتمنى اخواتي اللي عجبكم توصلوا الفيديو الاكبر عدد من لايكات وتبرتجوا معي الاراء ديالكم في التعاليق نشكركم دائما على حسن المتابعة وان شاء الله نتلقوا في فيديو قادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله